تلقى حفظة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية من معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أعرب فيها عن تأييده التام والمطلق بمناسبة إعلان تأييد السلام وإقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل وأكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله أن هذه الخطوة التاريخية الشجاعة تجسد نهج جلالته الراسخ القائم على الحوار والتسامح والرغبة الصادقة نحو إحلال الأمن وإرساء السلام في المنطقة وتجديبها المخاطر والتحديات التي تحدق بها وتزداد تعقدا يوم بعد يوم سائلا المولى جلت قدرته أن يمتع جلالته بموفور الصحة والسعادة ويوفق ويسدد على طريق الخير خطاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر